سلام عليكم ازايكم فيديو النهاردة زي ما تقول ان هو فيديو دردشة واستعراض وندس 11 طبعا بتكلم في الفيديو ده باستعرض لكم في الفيديو ده وندس 11 بالوجهة بالاعدادات بكل المميزات اللي جات بيه ايه اللي عجبني ايه اللي ما عجبنيش باختصار شديد دردشة مع استعراض للنظام بالكامل من ناحية الاعدادات والوجهة وكل شيء لو انت حابب تشوف الفيديو لحد النهاية اكيد هيساعدني طبعا لان الفيديو طويل شوية انا عارف ناس كتير جده مش هعجبها الموضوع ده بس كان لازم اعمله لاني مهم ان انا اتكلم عن النظام لذلك عشان ما نطولش عليكم هكتر من كده لو انتشوف قناتي ممكن تشترك في القناة وتفعل الجرس ويلا بينا للشرح تعالوا بعد الوقت نلقي نظرة على نظام وندس 11 ونشوف ايه الجديد اللي فيه وايه المميزات اللي جات فيه وايه رأيي فيه وكل حاجة بيزنان النهاردة هتكلم عنها ويخليني عموما عشان ما اطولش عليكم نتجه للموضوع على طول ده سي دي ونس حداشر ونس حداشر الصراحة جاي بمميزات حلوة وانا هستعرضها لكم قدامكم واحدة واحدة وهقول لكم على الحاجة اللي انتم متزرينها من ناحية اللي هو الاندرويد يعني فيه ناس كتير جدا كتسألتني على ان انا زي شغل تطبيقات الاندرويد ففي البداية الموضوع ده لسه اساسا مش تغلش يعني هما لسه قايد التطوير فيه هينزل بإذن الله مع تحديثات قدامي الفكرة هنا ان احنا هنتكلم عن الجديد بقى اللي جا فيه نظام ونس حداشر واول حاجة صراحة عجبتني وشدت انتباهي وهتشد انتباهك انت كمان وهو قايمة انا عندي هنا صراحة ان انا شايف اني ساعة مهمة جم نقلوا كل الادوات بتاعتك في النص الصراحة انا شايف ان دي اروح حاجة هم عملوها بحيس ان انا قادر اخش عندي على قايمة مجرد ضغطة واحدة الاقي كل حاجة قدامي مش محتاج الدربكة اللي كانت بتكون في الديسك توب من ناحية البرامج كلها في على اساس انه يسهل عليها الدخول لأ انا عندي ممكن يكون يعني نضيف جدا بجانب ان انا كل البرامج المهمة اللي بستخدمها قدامي هنا يعني مجرد ما ضغطت عندي على قامة اروح اللي انا عايزه فهيدي الصراحة احسن حاجة عجبتني هي كانت موجودة في ونس حداشر بس كنت لازم تروح على الشمال او اللي مين على حسب اللغة بتاعتك وتشوف بقى انت كنت حاططها فين لأ هنا كل حاجة قدامك لاني عاملك هنا زي ما تقول جزئين او الجزء وهو التطبيقات المثبتة اللي انت بتثبتها زي ما انت شايف يعني مسلا كمثال انا البرنامج ده انا عايز اثبته افتراضا اجي هنا عندي ادوس كليك المين اروح هنا دايس عندي على هلاقي عندي ان هو تحت حابب ان انا اطلعه اروح جاية عندي وبالبقرة الرافع وقدر احطه مسلا مكان الاكس بوكس ويبقى يعني يبقى البرنامج مجرد ضغطة يفتح معايا طبعا هنا تقدر ان انت تشوف او كل التطبيقات مجرد ما انت تدوس عليه هتلاقي عندك كل الحاجات اللي كانت شبه برضو ونزو عشرة جاية كده بشكل افق فاهمني اا او بشكل رأسي معنا ضق فانت بتشوف هنا قدامك كل التطبيقات بتاعتك اا يعني اللي انت بتتقدمها او الادوات الجديدة اللي انت بتتقدمها وعمما ما فيش هنا ادوات كتير الصراحة جديدة يعني بس في اللي هو محرر الفيديو ده اضاف يعني بشكل جديد وبشكل كويس تقدر ان انت حتى ممكن تعمل خفيف على الفيديوهات عندك هنا برضو اني في اا المفكرة التصميم بتاعت غير شوية بقى افضل هتلاقي عندك ان التصميم بقى جايب كيرف زي ما انت شايف فاهمني يعني جاي كده مش حد زي الاول لاتلاقي جايب كيرف كده وصراحة انا شايف ان التصميم ده اجمل بكتير جدا من الاول لما هو كان يكون التصميم حاد قوي لاتلاقي عندك كل التصميمات جايب كيرفات فده الصراحة انا شايف ان هو جميل قوي معايا فاهمني كحاجة حلوة يعني هتلاقي عندك برضو ان هنا يعني انا كل ده بتكلم على قيمة هتلاقي عندك في قيمة اللي تحت فيه محرك بحث او زي ما نقول قيمة بحث السريعة هي دي شبه دي يعني انت هنا زي اللي هيكون هنا بس ده تقدر تخصصه كمان للبحث في الويب فاهمني يعني لو في حاجة انت حابب تبحس عنها في الويب او تبحس عنها عن الانترريد افترانها ممكن يجي هنا عندي على الويب راح جاي مثلا كاتب اه نقول مثلا فيامني اوتوماتيك هيطلع لي كل حاجة قدامي من غير ما دخل على ايه متصفح فاهمني اقدر ان انا خش عندي كده اهو هيفتح معايا على اللي هو وممكن اقدر اخصص المتصفح كمان لان انا مثلا ما خلهوش فقط اللي هو ممكن اخليه جوجل كروم فاهمني فيعني هنا عندك البحث تقدر تبحس عن اي حاجة عندك في الجهاز تقدر تبحس عنها وعندك كالاميلات او وغيره عندك هنا برضو في اللي هو الشاشات او زي ما نقول اللي هو الايه بتقدر هنا ان انت تخصص بتاعك يعني افتراضا انا هنا عندي بتاعي ده اللي انا حاطت عليه بقى الايه يعني فتح عليه تليجرام فتح عليه البرنامج ده والخلاف انا حابب اعمل اخر بس للالعاب مجرد 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 يعني احرك الموس عليه اروح هنا جاي هنا عندي على اللي هو هيفتح معي زي ما انت شايف بص جيت هنا فتح لي معي ديسك توب اخر زي ما انت شايف اروح جاي دايس عليه هنا بقى لو انت جيت لحظت عندك تحت هتلاقي ان الايه البرامج يعني بتختفي كانها شغالة في الخلفية بس تقدر ان انت بقى تشتغل على حاجة تانية افتراضا انا بلعب اخلي مثلا الديسك توب ده اخصصه للالعاب الديسك توب ده اخصصه للشغل الديسك توب ده مسلا اخصصه للبرامج او للتصفح او لحاجة اخرى فاهمني فانت تقدر ان انت تخصص اشكال او صفحات تكون مخصصة لكل واحدة فدي حاجة صراحة جميلة جدا برضو عندك هنا ده اللي انا اقدر اتابع الاخبار يعني افتراضا هنا القايمة دي تمام اللي هو اللي انا اقدر اشوف بها الاخبار مثلا اللي هو عندي هنا درجة الحارة امانتاشرة في ساو باولو عندي البورصة عندي آآ الفريق اللي ملعب عندي هنا مش عارف ايه ده الفوتوز او ده لو في صور انت حابب تضيفها تمام عندك هنا آآ اقدر ان انا اضيف اللي انا عايزه هنا او يعني مسلا او في حاجة اخرى حابب ان انا اضيفها اقدر ان انا اعملها يعني تمام عندي هنا وحاجات كتير جدا طبعا عشان انا عايش في البرازيل فعندي باللغة البرتغالية لو انت في مصر هيجيلك باللغة العربية وتقدر تبحس عن اي حاجة انت عايزة هنا مثلا كمثال اخبار مصر الجديد هي يعني هو يفتح معاك بقى في ايه متصفح وتقدر ان انت تتغيره زي ما قلت لك عندك بقى اللي هو الايه تطبيق الاخر ده تطبيق يعتبر للمحادسة زيه زي مثلا نقول او 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 الحاجات دي كلها بس بيبقى عن طريق ويندوز بشكل مباشر يعني طبعا انا خافي عامل لاني يعتبر عندي هنا ارقام وحاجات مهمة بس انت هتلاقي عندك ان هنا يعتبر ايه في ارقام وحاجات كتير جدا للناس بتستخدم نفس الخدمة دي على اساس ان انت تقدر تتكلم معاهم او تتعامل معاهم يعني طبعا ده بيكون عن طريق اللي هو الايه اللي هو بيبقى فيه الارقام بتاعتك والبيانات بتاعتك اللي بتبقى ايه اللي انت تقدر ممكن تكلمهم حتى فيديو او تبعت لهم رسالة ودي حاجة حالوة الصراحة انا شايفها يعني فونز ان هو بيسهل علي المرسلة ما بين حد اعرفه وكده يعني فاهمني فبدل ما انا مسلا احمل واتس اب عندي او او حاجة لا هو هنا يعني اعمل لك اسلوم محاس سريع بينك وبين الشخص اللي قدامك مرة واحدة قد الصراحة ميزة حلو قوي عندك هنا طبعا بقى الفولدر لو انت حبيت ان تفتح الفولدر بتاعك او تروح للفولدر قل نفس الشيء هنا للسطور الشكله اتغير حتى عندك هنا التطبيقات شكله اتغير جدا طبعا هو ما فيش لسه تطبيقات الاندرويد لسه مش شغالة تمام بس عشان انا عارف ان في ناسة تسأل تطبيقات الاندرويد لسه مش شغالة لسه ما فيش اي حاجة عن تطبيقات الاندرويد الموضوع خايد التطوير فاهمني لسه ما فيش اي حاجة جديدة يعني انت مش هتحمل انزل عشرة عشان شغل يعني اه اللي هو تطبيقات بتاعت الاندرويد لسه الموضوع ما اشتغلش فبإذن الله لما هيشتغل انا هعملكم عنه فيديو عندك هنا بقى الالعاب طبعا قسم الالعاب وعندك هنا المكتبة طبعا لو انت حبيت تعمل ايه يعني اه تحديثات للالعاب بتاعتك او البرامج بتاعتك وخلافه نيجي بقى دلوقت يا سيدي للقايمة دي اللي هي القايمة اللي ساعتما تيجي تدوس عندك على التاريخ هيزهر عندك القايمة دي اللي بيبقى فيها ايه بقى او الاشعارات مسلا كل حاجة انت عاملها كصورة قصتها اه عندك هنا اللي هو المتصفح اي اشعارات بيجي لك هنا هو الاول كان صح على بعض دلوقتي عمل لك اقسام لها يعني عمل لك هنا كل قسم مثلا وهنا قسم والاخبار او التاريخ قسم واقدر هنا ان انا حتى كمان التاريخ ده ان انا افتحه واحدد او اعمل معاد او خلاف وكلام ده كله. عندك طبعا هنا برضو زي ما تقولي اللي هو الايه? يعني ده ما تغيرش كتير عن الاول. عندك هنا بقى اللي هو الايه? ان انت مسلا تقدر ان انت تتحكم في الصوت. يعني كمثال انت عايز انت تفعل نظام الوضع الليلي. زي ما كان في انت ضع عشرة بس بشكل اريح شوية. عندك هنا طبعا تقدر تحكم في الصوت ولو انت دست هنا هو تقدر ان انت تفتح اه اللي هو الخاص بالصوت لو فيه مسلا انت مركب اكتر من سماعة او غيره تقدر تتحكم اه اللي هو او مصدر الصوت يعني اللي انت حابب يعني ان هو يخرج منين فامني? كان الهندي فري او غيره من هنا هو. تمام? عندك هنا طبعا تقدر ان انت تخصص لو فيه حاجة انت حابب تثبتها او تشيلها. تمام? تقدر مسلا تحرك ده كده او مكان ده كده او. فانا صراحة اجبني او التخطيط ده او التخصيص ده او يعني. يعني وهنا قد راح حط اد كمان لو فيه حاجة انا حابب بحطها. كلغة او كلا انا مسلا بستقدم اكتر من شاشة. فاهمني? عندي هنا طبعا اللي هو وده اللي هنرجع له بازن الله. تقريبا ما فيش اي حاجة تاني دلوقت صح? اروح هنا رايح عندي على المينيو. المينيو رايح هنا رايح عندي على ومن تعالى بقى نتكلم على الاعدادات. يعني ده شكل الاعدادات. شكل الاعدادات متغير تماما. انت اه ممكن لو انت حابب ترجع للاعدادات القديمة. بتقدر ان انت تروح هنا مثلا عندك على الفايل. وبعد كده تروح جاي عندك هناو. فاهمني تروح عندك على هيفتح معك الاعدادات القديمة. اللي انت عارفها واللي انت ما تعود عليها. تمام? زي مثلا انت حبيت ان انت تعمل حاجة في الصوت او بتاع. ده اللي احنا متعودين عليه وسهل ان احنا دايما رجع له. فاهمني بس هنا. الموضوع برضو مختلف شوية. بيديك شوية حلوة قوي. هنا هتلاقي عندك ان هو بيديك اسم الجهاز بتاعك. هنا لو انت مشترك في مايكروسوفت اللي هو تلتمية وستين. انا مشترك فيه ازا طبعا انا دايما يعني عندي حساب فيه. هتلاقي عندك هنا تمام? هنا تقدر ان انت تتحكم في حابب ان انت تخليه او مسلا يعني شغل الوضع الليلي. وطبعا بيحاول الشاشة عندك لصفرة. عندك هنا ميزة دي ميزة جديدة في يعني اه يعني لو انظام ويندوز بيديك حدة شوية في الالوان وبيديك حدة في فدي حاجة حلوة قوي صراحة وخاصة لو انت بتلعب هتلاقي الموضوع مختلف جدا معك. فامني حتى هما بتكلموا عن الموضوع ده. طبعا بقى عندك هنا الاحجام زي مسلا انت حابب تخلي حجم الجهاز كبير اوي زي ما انت شايف فطبعا ده مش طبيعي فاحنا نخلي ده من مية في المية. عندك لو انت حاببت مسلا انت عندك الشاشة وركي حاببت خليها الف ماتينة يعني الف ماتينة الف وتسعمائة عشرين وخلافه. عندك هنا مسلا لو انت تقدر اه تخلي مسلا الشاشة بتاعتك ميلة افتراضا زي كده هو مسلا. فامني? انا ما بحبش اعمل الحركة دي عشان كده الصراحة. فامني? فانت تخلي الشاشة بتاعتك ميلة وخلافه. عندك هنا لو انت مركب اكتر من شاشة. وعندك هنا برضو ده يعني المميزات او اه البيانات الخاصة بالشاشة بتاعتك. ده نوع شاشة بتاعتي. كارت بتاعي. اللي هو الفين سبعين سوبر. اه الهرتز اللي شغال ب الف ربعمية وربعين. اه مية اربعة وربعين هرتز. عندي طبعا هلا اللي هو البيت ايت بيت ار جي بي. الكالر والخلافه. دين معلومات عن الشاشة. قادر ان انا اتحكم حتى كمان في الهرتز بتاعي من انه قادر اخليها مسلا عندي. لخمسين. فامني? وطبعا ده شيء اا استحالة ده شيء موت. بص عندي بيقطع ازاي? لأ انا خليها عندي مية مية اربعة وربعين. استغل الامكانات شاشة اللي عندي. فهمني? فبالتالي في نعومة معي. عندي هنا طبعا الساوند نفس الشيء الصوت بقدر اتحكم في الصوت ان انا اخلي الصوت عندي مني فيديو واكخلاف من الكلام ده كله. اللي هو الاختصار بتاعه ده. بس انا بيديك مميزات اخرى. زي الميكروفون وغيره. حتى تلاقي عندك هنا لما انا بتكلم الميكروفون عندك بايه? بيعلى يعني. هو بيشغالك يعني كأنه هو شغال. فهمني بدلا ما تخش عندك في الاعدادات من جوة. لا تقدر تزبطه من هنا. ولو انت في ميكروفون اخر انت حابب تضيفه بس هو ما تضفشه بشكل اوتوماتيك. هتيجي هنا عندك على فهمني تدوس عليه? وتضيف اللي انت عايز مسلا وايرلس او بلوتوز او مسلا اي حاجة كوايرلس معك او اي شيء. فهمني الموضوع ده هتزبط معك. عندك هنا برضو لو انت مسلا حابب او او انت مسلا انت لابتوب او آآ الجهاز بتاعك في بلوتوز تقدر انت توصل لسماعة او كاميرا او ماوس او حاجة كتيرة جدا تقدر ان انت توصلها عن طريق آآ اللي هو القسم ده البلوتوز. طبعا هو الاول كان السيستم ده السيستم طبعا بيعرض لك حاجة كتيرة جدا. عندك هنا ده انا هتكلم عنه بازن انا بشكل خاص. قريب لان ده خرافة جدا تقدر ان انت تتحكم في اي جهاز اخر موجود بعيد عنك ممكن فكرة تانية. بدل ما انا احمل البرمجو بتاع. لقى انا اقدر ان انا اعمل ده. طيب. في حاجة كتيرة جدا الصراحة انا مش عارف اتكلم في ايه ولا في ايه. عندك هنا البلوتوز تكلمت عنه. عندك هنا اللي هو آآ او الانترنت اللي انت تقدر ان انت يعني تحكم في الانترنت وتشوف مثلا اعدادات الانترنت بتاعتك وخلافه. عندك هنا التصميم تقدر ان انت تخصص تصميم زي ما انت عايز. كمسلا يعني يعني تختار خلفية او مسلا لو في خلفية عندك تحابة تختارها من هناو. تمام? انا ما عنديش خلفية او مش حابة بحط خلفية. الخلفية دي عجباني جدا فانا اخليها زي ما هي. آآ عندي هنا طبعا اقدر اتحكم في نوع الخط نفسه او شكل التصميم نفسه. ان انا اخليه مسلا عندي بتاع داري الناس اللي هم عندهم يعني طعمة الوان فاهمني? فتقدر ان انت ايه? يعني تتحكم وتشوف في اللي انت حبه. حب بالان انت كمان تغير شكل الماوس تقدر تغيره من هناو. عندك هنا نفسه لو انت حابة تغير اللون او تصميم الخاص بالجهاز نفسه. يعني انا هنا عندي ازرق. ممكن اخليه احمر. فاهمني? هلاقي عندي كل حاجة تحولت الاحمر. بس انا الازرق الصراحة مريح جدا مع اللون ده. فبالتالي انا يعني حبه جدا. اقدر هنا انا مثلا يعني اخلي التصميم بتاعي من اخليه طبعا صراحة انا ما بحبهوش لاني بيوجعيني جدا فاني ارجعتني لدارك اخراوي يعني واجعتني. ما فيش اجمل متضرج او اعمل اللي انا بقع ايه? اختار انا حابب اعمل ايه مسلا. طبعا كل ده عندك في الايه? في التصميم. يعني عندك انا تقدر تغير الالوان. تقدر يعني تختار سيم جاهز من فوق زي ما انت شايف. فيه سيمات كتيرة جدا جاهزة. اه عندك هنا اه اللي هو الشاشة بتاعت الغوق. تقدر ان انت تغير الصورة بتاعتها. تقدر تحط التقويم او تقدر تحط الوازر او الايميل اللي انت حبه يعني. تفهمني? يعني مسلا حط الوازر او لاني اكتر حاجة تهمني مش تاريخي. عندي هنا طبعا الخطوط اقدر غير خطوط الجهاز كله. كل حاجة قدامك حرفيا شبه التلفون بالزبط. الابس نفس الشيء. هنا مسلا عندي الابس اقدر ان انا اخصص الابس بتاعتي اعرف اني مسلا اه ااخد من الجهاز حوالي جيجا. عندي هنا ادوبي ميديا امكودر واخد حوالي اتنين ونص جيجا. والخلاف اقدر ان انا مسلا اعمل لها انا مش عايزه. بكل سهولة اجي عندي على الابس. رح هنا جاي عندي اه جاي عندي على الابس اند فيوتشارز. رح هنا جاي عندي بالمنظر ده. رح مسلا حابب ان انا اقشي البرنامج ده ورح جاي عندي اعمل بسيط جدا تقدر ان انت تغذي التثبيت من انتزاع عشر. ببساط شديد جدا تيجي عندك على ابس. ثم ده. ثم تيجي عندك على مسلا ده. وهما انتهى الموضوع. عندناك برضو هنا اللي هو والماب او الخريطة والوفلاين والفيديو. ده مثلا لو انت حبيت فعل على الفيديو. عندك هنا بقى اللي هو الايه? البيانات الخاصة بيك انت. كالايميل والحاجات دي كلها. فاهمني? طبعا انا مش حابب ان نخط فيها عشان دي ايه? يعني شوية حاجات شخصية يعني. عندك هنا بقى لو انت حبيت هنا مسلا يعني اتغير الوقت. فاهمني? تقدر ان تخش عندك انا اتغير الوقت. مسلا تخليه بالغير العربية تخليه نزام الاتناشر ساعة. فاهمني? اه تعمل اسكان نوع على اساس ان انت تفحص وخلافه. تقدر هنا تغير كل الحاجات او كل الحاجة انت عايزها. عندك هنا او اللغة. مثلا لو انت حملت جهاز او انت يعني سطبت واللغة العربية مش شغالة في الكتابة. فانت محتاج يعني تعمل اللغة العربية. فاذا انت راح هنا جاية عندك. على اللي هو وتروح هنا جاية وتختار اللغة بتاعتك. فاهمني? كمثال اللي هي العربية الجزائرية مش عارف ايه الفرق ما بنا عربية العربية. والعربية المصرية وخلافة. عمل لنا مليون عربية. هو عربي واحد نعرفه. فاهمني يقول راح هنا جاي عندك وتثبته. طبعا تقدر ان انت بقى يعني ايه? لو انت جيت دوست عليه. فين يا ربي? اه اللي انت مسلا هنا تقدر تعامل ده لو انت حبيت تخلي الاولوية للغة الانجليزية. لو انت حبيت يعني الاولوية للغة العربية زي بعض الحاجات زي كده مسلا زي التاريخ. والحاجات دي هو هيدفها لك. طبعا انا ممكن اتكلم بشكل ده بشكل اكبر وبشكل احسن بإذن الله قدام. طبعا لو انت حبيت تغير اللغة الكاملة الخاصة بالنظام. كمسلا كمثال لو اه او اللغة الخاصة بالنظام. طبعا انا اقدر احولها من الانجليزية العربية. ده شيء ارجعلي. فيامني? ان انا اغير اللغة زي ما انا عايز. يعني طبعا ده لغة الجهاز. نيجع هنا عندي على طبعا هنا عندي بقى الجيمينج اللي هو او اقدر مسلا هنا ان انا افعله. اه عندك هنا برضو ده الخاص بالسكرين شوت. طبعا هنا قادر ان انا اسجل. تمام? والصوت قادر هنا اخلي ان هو اسجل على يعني على ستين هنا عندي اخليه على اعلى ممكن وازهر الماوس. ده اللي هو الاعداد الخاصة بالايه? باللي هو الخاص بالايكس بوكس. عندك هنا طبعا اللي هو ده انا برضو مفعله على اساس النواة يديني اعلى ممكن. يعني يديني احسن سرعة ممكنة. يعني هو يعني بيقفل لك كل البرامج اللي في الخلفية على اساس النواة ايه? يعني يديني لك احسن اه سرعة اسناء اللعب. وعندك هنا بقى السيدي اللي انت بقى تقدر ان انت مسلا يعني تخصفه زي ما انت عايز. في بعض الناس ممكن تفتكر ان ده حاجة مثلا دي ممكن تخوش فيها دي جدا. وطبعا تخصفه زي ما انت عايز زي الحجم الخط. فاهمني? زي ما انت شايف في الكتابة او بتاع. ده يرجع لك انت. فاهمني? يعني تقدر انت تشوف انت حابب انت تعمل ايه? فاهمني طبعا انت كل حاجة قدامك لان ده كتير جدا. وهنا لو فضلت اتكلم عليهم واحدة واحدة مش هخلص. فاهمني? فانت تقدر تخصص زي ما انت عايز. وعندك هنا طبعا ده الخاص بالامان. من ناحية الكاميرا من ناحية الخاص بالكاميرا وحاجة كتير جدا. وايه التطبيقات اللي تدخل على الكاميرا? وعندك هنا طبعا بقى الايه? اه اللي هو او التحديثات. طبعا تقدر هنا تعمل يعني ايقاف للتحديث لمدة مثلا كام وان ويك. وعندك هنا لو انت في حاجة حابب تبحس عنه بالزبط. كمثال يعني فاهمني في اعداد بالزبط انت حابب تبحس عنه. فاهمني بدل ما تدور عليه هنا تقدر تكتب عنه وتدور وتلاقي كل حاجة قدامك. فا دي الصراحة ميزا حلو قوي برضو فيه. ايه الحاجة اللي ما عجبتنيش في البرنامج او في النظام ويندوز? وهو اني انا افتراضا لو جيت فتحت عندي افتراضا يعني الفوتشوب. فاهمني? جيت فتحت عندي اه برنامج الفوتشوب. زمان او مش زمان من كام يوم لما لو كنت بفتخذ منذ عشرة. فاهمني? لما لو كنت حابب ان انا مسلا كمسلا اصحب صورة كنت عادي جدا ان انا اجي اخدها واصحبها كده هو. تمام? عندي البرنامج بيفتح اوتوماتيك وهم حطت صورة جواها مجرد الصحب. هنا للاسف الميزة دي مش متفعالة او زي ما تقول اللي ايه? هما تقريبا لسه ما عملوهاش لسه يمكن تحديث قدامي يحلوا المشكلة دي. وهو ان انا عشان اجي اسحب صورة او اجي اضيف صورة على البرنامج نظام السحب ما بقاش اشتغل. الا بقى لو انا جيت مسلا صغرت البرنامج بالمنظر ده وجيت سحبته. او او ان انا جيت عندي على فايل ثم اوبن ثم اجي اختار الحاجة اللي انا حابب احملها او الحاجة اللي انا حابب اضيفها. فاهمني? يا زيابة احنا مس عليك. فهي دي اللي ايه? هي دي طريقتين. انما السحب زي الاول ده من الاسف ما بقى الشغال. ودي دايقتني قوي. يعني انا انا ممكن اتعامل معها مش مهم واشطع يعني. بس دي دايقتني قوي. حاجة تانية برضو الصراحة عجبتني وشايفها حلوة جدا ومميزة جدا وهو التقسيم الخاص بالشاشة. افتراضا انا دلوقتي حابب ان انا اقسم الشاشة عندي لجزئين. انا ممكن اجي هنا عندي على القائمة دي. تمام? اللي هي القائمة اللي بتبقى فيها المربع اللي فوق دي زي ما انتا شايف. اجي عليها اوتومنتيك قادر اتحكم في عدد تقسيم الشاشة اللي انا حاببها. على اساس ان هو يصرع معي الانتاجة بشكل احسن. كمسان انا حابب الشاشة دي تكون جزئين او الشاشة بتاعتي تكون جزئين. اروح جاي كده هو. يعني ما ادوس على اي حاجة. مجرد بس ان انا اجي اقف عليها. هي تفتح معي. اجي بالمنزر دي راح جاي دايس على كده هو. واختار النمس حابب ان ده يكون الجزء التاني لي. زي ما انت شايف بس. حرفين انا شايف ان دي اعظم ميزة ممكن نقول انها موجودة. يعني فونز عشرة. كنت تصرع الانتاجية لو انت مسلا تشغل على اكتر من حاجة. ممكن انا مسلا انت خلي ان ده اربع شاشات او تلات شاشات زي ما انت شايف. خلي مسلا فوتشوب في النص. خلي ده كده مسلا تلات شاشات قدامي. فاهمني? وقدر تحكم فيهم زي ما انا شايف الحجم وبتاع. انا شايف ان دي حقيق حاجة عظيمة جدا ان انت تصرع الانتاجية ممكن تخليهم اربعة. انا مش عارف اضيف ايه تاني الصراحة فاهمني? يعني هنا مسلا وهنا طبعا يكون عندي تليجرام. قدر ان اتحكم في الشيء اللي انا عايزه. انا شايف الصراحة ان دي ميزة حلوة جدا يعني بالنسبة للناس اللي هي حبها سرعة في الانتاجية الشوية. وكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. كالعادة. لو وصلت للنقطة دي. قولي تحت في التعليقات عبر لطيف انا وصلت الانتاجية الفيديو لان الناس دي هم شكرا خاصة عندي. وحقيقة انا بحبهم جدا والله يعني والله احبكم في الله الناس اللي بتوصل فعلا لاخر النقطة دي. لان بيقدروا التعب والمجهود المبزول. على اساس ان انا اقدم النقدة من الفيديوهات. وجمان ما تنساش بقناة تشترك في القناة وتفعل الجرس. وعشان ما تقولش عليكم اكتر من كده شكرا جدا لكم. وبإذن الله لو في مواضيع اخرى اندو محتاجينها محتاجين اتكلم عنها اقوله لي تحت في التعليقات اللي محتاجينه اننا هاتكلم عنه في انزو عشر. شكرا على خير بازن الله الفيديو جاي. ومعا السلامة.